في اعماق الصحراء الشاسعة حيث تشتد بالحرارة وتندر المياه عشر جلان صديقان حميمان سالم وعبدالله تربي معا منذ الطفولة وتشارك كل لحظات حياتهما السعيدة والحزينة كان يعتمدان على بعضهما البعض في كل شيء وكان رمزا للوثاء والاخلاص في تلك المنطقة القاسية ذات يوم قرر سالم وعبدالله الخروج في رحلة طويلة للبحث عن الماء والغذاء لقبيلتهما التي كانت تعاني من الجفاف سافر لأيام عديدة وتعرض لمخاطر كثيرة لكنهما لم يستسليما أبدا فقد كان يثقان ببعضهما البعض وبقدرتهما على العودة إلى قبيلتهما سالمين وفي أثناء رحلتهما ظل الطريق وأصبحت الصحراء ممتدة أمامهما بلا حدود بدأ الماء والغذاء ينفدان والجوع والعطش يشتد ومع ذلك لم يفقد الصديقان الأمل فكان يتذكران أيام طفولتهما ووعودهما لبعضهما البعض وفي لحظة من لحظات اليأس وجد سالم واحة خفية فيها ماء عذب ونباتات خضراء فرح الصديقان فرحا شديدا وشربا حتى ارتويه وأكلوا حتى شبعا وبعد أن استراح قليلا قرر أن يمضي في طريقهما للعودة إلى قبيلتهما ولكن فجأة ظهر أمامهم أسد ضخم وجائع هاجم الأسد على سالم وحاول أن يفتك به لم يتردد عبد الله للحظة واحدة بل قفز على الأسد وحاول دفعه عن صديقه دار صراع شديد بينهما وفي النهاية تمكن عبد الله من قتل الأسد ولكنه أصيب بجروح بالغة حمل سالم صديقه الجريح ووصل السير حتى وصل إلى القبيلة استقبلهما أهل القبيلة بفرح كبير وعندما رأوا حالة عبد الله هرعوا لعلاجه وبفضل رعاية أهل القبيلة شفي عبد الله من قروحه وعاش ليروي قصة وفاء صديقه ترجمة نانسي قنقر